بدوره أعرب وزير خارجية أيرلندا ميهل مارتن عن تقدير بلاده لدور مصر في إخراج رعاية دولته من قطاع غزة وأضاف الوزير الأيرلندي أن هناك مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة لافتا إلى مؤصلة بلاده دعم الفلسطينيين عبر وكالة الأنروا أشكركم على كل أنواع المساعدات التي منحتموها لأيرلندا فيما يتعلق بتسهيل الخروج لمواطنين للخروج من غزة وزارتكم والسادة الكادر المسؤول في وزارة الخارجية بالفعل دعمنا كثيرا في إخراج رعاية أيرلندا من غزة أظن أن لا زال هناك أكثر من أربعين مواطن وهم قلقون ونحن نرغب في أن نساعدهم في أن يخرجوا من غزة إذن نحن نثمن هذا الجهد الدؤوب الذي بذلتموه لصالح أيرلندا لأن هذا ساعدنا كثيرا هناك نسبة 100% من الشعب الفلسطيني في غزة يلاقون شبح المجاعة وشبح تدور الجوع وشبح المجاعة في هذا السياق فإننا نرحب بتقرير كاثرين كولونا فيما يتعلق بتحليل وتقييم موقف الأونروا وبالفعل الدعم الأونروا لما يتوقف بل على العكس من ذلك سنواصل تقديم المزيد والمزيد من الدعم تجاه شعب غزة عن طريق الأونروا حتى نعرب عن إشارة قوية أمام المجتمع الأوروبي كله أنه هذا ليس الوقت لوقف أو لخفض الدعم المواجه لأونروا ترجمة نانسي قنقر